وإلى مدينة لبلين وصلا بطريارك القدس للاتين الكاردينال بير باتيسيا بات سبالة حيث ألقى كلمة أمام المشاركين في مؤتمر دولي عقد في جامعة يحن بولس الثاني الكاثوليكية في بولندا تحت عنوان اسأل السلامة لأوريشاليم حيث شدد على ضرورة أن تكون العلاقة بين سكان الأرض المقدسة صورة لحضور الله وللعلاقة معه اللقاء الذي عقد من الخامس وحتى السابع من تشرين الثاني الحالي شهد مشاركة لهوتين وباحثين بيبلي من مختلف أنحاء العالم وذلك بمبادرة من مركز إبراهام هيشل وبالتعاون مع معهد الدراسات البيبلية ومن أبرز الشخصيات التي دعيت إلى المؤتمر الحاخام الأرجنتيني أبراهام سكوركا فضلا عن البطريارك باتس بالة الذي سبق المنحته الجامعة البولندية دكتورة فخرية وختم بطريارك القدس للاتين مداخلته أمام المشاركين في المؤتمر داعيا جميع الحاضرين إلى الصلاة مشددا على ضرورة أن يكون كل واحد مننا مثالا صغيرا وقال أنه يعلم مدى محدودية الإنسان لكن على الرغم من ذلك لا بد أن نتذكر دوما ما هي شهادتنا كسكان لمدينة القدس